يومية العنف والاقتتال مستمرة في سوريا آخر الأنباء الواردة من هناك تتحدث عن استهداف لأحد المقار الأمنية التابعة للجيش السوري في مدينة داريا بريف دمشق حسب شريط مصور بثه ناشطون على الإنترنت دون أن يتسنى لا نتأكد من سحة مصدره كما بث ناشطون على شبكة الإنترنت شريطا آخر لما قالوا إنه استهداف لتجمعات الجيش السوري على أطراف الغوت الشرقية فيما وصف ناشطون ما لحق بالمنازل والأبنية السكانية في أحياء حمص القديمة بالدمار الشامل من خلال صور لم يتسنى لا نتأكد من سحتها هذا واستهدف قصف عنيف مخيم ليرموكا القريب من وسط العاصمة دمشق وذكر الناشطون أن القصف تسبب بوقوع انفجارات واندلاع حرائق في الأبنية وفي ريف دمشق الجنوبي سقط قتل وجرح في انفجار سيارة مفخخة في بلدة البويضة حسب شريط على الإنترنت كما تعرض ريف حمص لقصف وصف بالعنيف برجمات السواريخ والمدفعية الثقيلة على مدن القصير والرستن فيما تجددت الاشتباكات في محيط بستين القصير بين الجيش الحر والقوات السورية المدعومة بقوات حزب الله اللبناني حسب الناشطين